السلام عليكم ازايكو عاملين ايه معاكم احمد زنوم من كرياتيب اونناين كورسز في الحلقة دي احنا هنبدأ نتكلم عن كلية فنون جميلة عمارة في الاول احنا خدنا انترودكشن بسيطة عن كلية فنون جميلة عمارة وهنمل فيها ايه وهنطلع منها ايه في الحلقة دي احنا هنتكلم عن ايه عن امتحان القدرات طبعا انا ما يفعلش اخش كلية زي دي من غير ما نعدي من امتحان القدرات طب امتحان القدرات ده عبارة عن ايه فيه اسئلة كتير طب انا عامل في ايه طب انا اول مرة اصلا امسك ادوات اعواني ومعديش قدرات طب انا معرفش عامل في ايه انا معرفش احنا النهاردة وموجودين عشان نبدأ نقولك انت مفروض تعمل ايه بالنسبة الامتحان كان في الاول بيجي هو الثلاث اسئلة عادي يجيب لك مثلا مبناء ويقول لك ارسم المبنى ده وبعد كده ابدأ ان انت ايه السؤال التاني اغيره وابدأ ان انت عبدأ اتكلم مثلا عن مباني معملاية ويجيب لك سوار ويقول لك المباني دي عبر عن ايه وكان بيجي سؤال نظر ايه في الامتحان بعد كده بدأوا يغيروا النظام شوية وقال لك ان احنا ده احنا هنبدأ ان نطور الدنيا شوية عشان نظام تعليم جوه اصلا تغير فهناعمل ايه هنجيب لك زي مباني بسيطة او اشكال بسيطة مجسمة ونقول لك ان انت تبدأ تركيب الاشكال دي مع بعضها والكامل وانيه ايه مع بعضه توقع لعليد اللونور بعد كده هجيب لك سوال وانه انت مسلا سوال دي يقول لك جيب لك زي رسمة او صورة والصورة دي انت مفروض تحلل المباني فيها لاشكالها الاساسية اللي هو قطة الاساسية بتاعتها وبعد كده ممكن يجيب لك بقى على حسب هو عايز او مش عايز بتبدأ ايه يقول لك مسلا انا هحط لك صور وقولي الصور دي عبر عن ايه ومين المباني دي ومكان ما ايه المعلومات الثقافية اللي عندك على المباني ايه ففي كل سنة بيبقى فيه تطور في الامتحان احنا هنتكلم النهاردة عن اخر تطور كان موجود وفي كل مرة هنبدأ انتزود ايه الجديد اللي كل مرة بيزوده هنبدأ نتكلم عن ايه انا لازم ان الاول بقى الفريه هندي بتاعي لحد ما مظبوط شوية كان الاول انتشغال يعني في الامتحانات في الاول كان بيجيب لك مثلا ارسم مدرسة ارسم مجمع مباني ارسم نوزب تسكياري ارسم كلام ده كله كلام ده كان كله انا مرسوسهم مسطرة فهو اللي هو تك تك خلاص شكرا ده في النطاق ايه في نطاق حاجة اسمها المنظور المنظور ده اللي احنا نبدأ نعرفه الوقت بعد كده في الامتحانات اللي فاتت لأ الموضوع بدأ يتغير بدأ ان هو بيعتمد على الفريه هندي بتاعك اكتر فبعايت ان انت تعمل حاجة من سؤال الاولان من اول الاخر ومن غير مستر ومن ثلاغ الامرسوس هو بيجيب لك شبكة اسمها الشبكة المنظورية بصراحات غريبة مرضو هنعرفها وبعد كده بدأ ان هو ايه لأ انا هبدأ اعتمد على ايه فريه هندي بتاعي طبعا الفريه هندي بتاعي زي الزفت لأ هنبدأ هنقدله مع بعض تمام ماشي في البداية انا هنتكلم ونقول خلفية بسيطة عن المنظور وبعد كده نبدأ نخش بقف الايه في المواضيع بتاعي بالنسبة للمنظور ابسط مثال لي لو احنا جينا نتكلم احنا لو اكلمنا عن نوع المنظور هلقي عندي فيه منظور نقطة ومنظور نقطتين وفيه منظور ثلاث نقطة الى اخره بس اللي هو دارج منظور نقطة ومنظور ايه نقطتين طيب فكرة ان انا بعندي منظور نقطة او منظور نقطتين انا مش فاهم برضو هم عبارة عنين منظور النقطة بيعتمد على نقطة هروب واحدة مش فاهم يعني نقطة هروب هنفهم معنى كل حاجة واحدة واحدة طيب منظور نقطتين بيتمد على نقطتين هروب فالموضوع بعبادية شوية да او نقطة أنا نقطتين نقطتين هروب طيب يعني اصلا نقطة هروب طيب انا محتاجه اعراف اكتر قال لي عشان تعرف المنظور ده لازم تتركز معي في كام عنوان رئيسي كدا ايه عنوان اللي عنوان الرأسية دي؟ اول عنوان عندي حاجة اسمها نقطة البحالي الهروب او الزوال تاني حاجة عندي خط مستوى النظر تالت حاجة عندي خط الارتفاعات رابع حاجة عندي انواع الخطوط اللي بيتمد عليها منظور ماشي لو انا جيت اتكلمت الوقت على نقطة الهروب او الزوال ايه نقطة الهروب او الزوال ابسط مثالية خالصة احنا نبدأ الوقت احنا نبدأ بايه منظور عشان الناس تبقى معنا هنبدأ بمنظور نقطتين طيب منظور نقطتين انت قلتلي اه انت لما فيه نقطتين بقى فيه نقطتين هروب ماشي ترجمت الموضوع ده بس برضو مش فاهم يعني ايه الفكرة كلها ان انت يعني في العادي لو انا نجيب بسيط مثلا الاستيكا دي هلاقي الدلع ده بيوز الدلع ده صح طيب لو انا جيت اتكلمت الدلع ده بيوز الدلع ده ده في العادي لكن لما تيجي تتكلم في المنظور انت بيقولك ان انت لأ هما بيوزوش بعض هما الدلعين دول بيبقوا ماشيين مع بعض لحد ما يروحوا ايه لنقطة مش فاهم الكلام ده كلنا ركبنا مترو اكيد كلنا ركبنا مترو لو احنا نجينا نبص في المترو ماشي انا واقع في الوقت على الراسي فتا المترو هبدأ علي ان انا لو بسيت على القضيب اقصر اليمين خالص هلاقي ان هو القضيب بدأ يروح نقطة 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 حد بقى حاست ان القضيب كله بدأ اقرب مع واضف بقى في مستوى نقطة ده اقصر اليمين لو انا نجيب بقى الست شمال هبدأ علي ان هو القضيب برضو ماشي 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 حد ما ايه اتجمع في نقطة اذا كنش فاهم برضو اللي حصل هيا الفكرة كلها في النقطة في غروب دي هي نقطة بينتيع عندها طول الشكل عرض الشكل عمك الشكل يعني ايه مثلا انا ومحمد ماشيين محمد ماشي جنبي فدر ماشي 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 قدام محمد بدأ بيصغر يصغر 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 لحد ما وصل لمستوى ايه نقطة نفس الفكرة برضو لما اماشي في شارع طويل وابدأ عليك فيه مباني جنبي فالمباني اللي جنبي دي هبدأ عليك ان مبنى مبنى بيصغر يصغر يصغر لحد ما وصل لمستوى ايه لمستوى نقطة برضو اذا النقطة دي هي اللي بينتيع عندها طول الشكل وعرض الشكل وامك الشكل طب لو جيب بسيط في عين الانسان اصلا عين الانسان بتبص بشكل منظور شوية ليه شكل منظور شوية لان انت اشعة بتاعت الحاجات الحواليك دي كلها بتبدأ تتجمع جوه في مستوى ايه؟ في مستوى نقطة بتتجمع عندها الاشعة وبيبدأ عليك ايه؟ يترجم السور طيب انا في امت الوقتي يعني ايه نقطة هروب نقطة هروب دي يعني كايني مسلا لو انا جيت ركزتها مسلا في منظور نقطة او منظور نقطتين او يبقى حاجة بتاعت كلها هتروح لنقطة او هتروح لايه؟ لنقطتين طيب منظر مترو ده كان يعتبر كأنه منظور نوتوتين يعني كأن انا واقع بالضبط في منظور نوتوتين طيب ماشي هنكي نتكلم بعد كده عن خط اسمه خط مستوى النظر ايه خط مستوى النظر ده على كأنه لو جب بصيت انا كشخص دي ارتفاع معي صح؟ ماشي خط مستوى النظر ده اعتبر خط افقي طالع من مستوى عين باسم الدنيا بتاعتي دي كلها مستويين فوق مستوى النظر وتحت مستوى ليه تحت مستوى النظر مش فاهم برضه كلنا روحنا بحر صح؟ و انا واقع عن شط بحر ابدأ و لا مقدم ب squidتباله ما بداخلي بالطبع بيه خط كده بيفصل ما بين السمى دي خط بيفصل ما بين السمى و الماء طيب الخط ده نسم خط الافك أو و خط مستوى النظر عشان المسترحات ما تبقاش غريبة شويا خط الافك او خط مستوى النظر طيب انت قلتلي انه هو بيفصر الدنيا بتاعت المستوين فوق مستوى النظر وتحت مستوى النظر أو لي الشبير يفسر لدنيا أي بيفسر للعناصر الموجودة في المشهر بتاعي يعني مثلا لو جيت كلمة مثلا لو جيت كلمة على التكيف التكيف هو فوق صح؟ أنا أخط مستوى النظر توصله طيب مع vivir مستوعيني فالتكيف فوق أصبح التكيف فوق مستوع نظر طيب لوsystem المتكلم عن التربيزة التربيزة أنا أخطي مستوى اي النهو وإصبحت التربيزة تحت مستوع نظر طيب أعندما فهمت بأسئلك الإنسان الطبيعي يشوف 3 مستويات للرؤية مغفوغ مستوى النظر وتحت مستوى النظر دول بنسميهم مستوى اللي الرأي طيب لالإنسان التبيعي الإنسان التبيعي طبيعته كده لما بيجي يشوف الدنيا كلها هو بيشوفها من خلال 3 مستوى فوق مستوى النظر تحت مستوى النظر في مستوى النظر إذا لنا أصبح عندي 3 عناصر كل عنصر فيهم يعني مثلاً لو شو ري 3 مستوى كل مستوى بيقع في مجموعة من العناصر فانا مثلا سأجدت لتك 벌써 في اوزة فا في حجاها بديهية كده شوية لتكييف فقط قال Mussive تراويزتها تحت المستوى النظري بافكيب تاجزبالا ستبحان بما ت当然ص found rubber كورسي ح MPV حتى تحت مستوى نظرك فانا إنا تمت جوزتي على الباب الباب عليه العرفsystem ام مباني أيضا إلى متأكد ب ra民 Jikk هناك مÃوانه الأفضل من amd passes اقدر احدد العنص بتاعي ده فأني مستوى من ثلاث مستوىات الرؤية تبعاً ايه؟ تبعاً انا شايف منه ايه ومش شايف ايه؟ مش فهم يعني مثلاً وانتكلمت الوقت ايه مثلاً البسكت بتاع الزبالة بسكت الزبالة انا شاف سطحه مش شاف قعدته صح الحاجة اللي شوف سطحها زي التراويزة برضو انا شاف سطحها مش شاف قعدتها الحاجة اللي شوف سطحها مش شاف قعدتها دي تحت مستوى نظر من غير ما افكر شاحة انها خاطر من يستطيع three- somethin訂閱 حادر نظر فاجب ايه مثلاً مش شاف قعدتها مش شاف سطحها فالي شايف قعدتها مش شاف قعدته مش سطحها فالي شايف قعدتها مش شاف قعدته مستصر أيضاً يبقى اللي شاف قعدته مش شاف سطحه فوق مستوى نظر والي شاف سطحه مش شاف قعدته تحت مستوى نظر طيب الحاجة اللي في مستوى ن张 تذهب ولا بشوف سطح ولا بشوف كعدة خليق زي مثلاً تمسط لي الباب Weil the glass acquies هل رأت في مستوى النظر ؟ الأن تساعد الأحكام 시청ي بجميع التلفزيوني هو يتجد مستوى النظر لماذا لا تكون في قاعداتك المتحدة أو شاهدت مستوى النظر حسنًا ، هل رأيت تلك المبنى كمبنى نحن كمرة أن نرى كل هذا مبنى حسنًا، المبنى بطبيعته ستجد أنه في مستوى النظر لئي أنا ! هل رأيتك تلك المبنى المنظر لم أقام بالمستوى النظر لماذا؟ لو انا جيت ركزت هل انت شايف قاعدة المبنى من التحت؟ مش شايفة؟ معنى ان انا اجيب المبنى كتوتل كده مثلا ونفترض ان ده المبنى بتاعي وده على الارض ماشي؟ لو المبنى ده بتاعي وهو على الارض كده وانا كشخص مثلا واقف انه ارتفاعي مثلا انا فبالتالي انا ببص كده اه المبنى بالنسبة لي 3 ا 4 فين فوق مستوى النظر بس فيه جزء تحت مستوى النظر صح؟ اصبح المبنى كتوتل فيه مستوى نظري اما اللي ممكن يبقى فيه لي شوية زي البلكونات البلكونات هتلاقي فيه بلكونة فوق مستوى نظرك لو انت مثلا لفل بتاعك انت ماشي في شارع اعلى من البلكونة اللي بتاع تدور الارض هتلاقي ان نفسك كشفهم فانت شايفة الصحي بتاع البلكونة الداخلية فاصبحت البلكونة الاولية تحت مستوى ايه نظرك الموضوع بقى بديهي انا بيتعرف ان خط مستوى النظر اهو طلع من افك من مستوى عيني الجزء فوق مستوى النظر وجزء تحت مستوى نظر اقولوا استدلنها يبقى تواضحة طيب عرفت برضه ازاي اجيب العناصر مين من فوق مستوى النظر مين تحت مستوى النظر كلام ده كوله طب ماشي انا عرفت كلام ده كم اعرفها ايه اللي خطتني بعد كده انه ابدأ احط الكلام ده فين في المنظور طيب احنا اقلنا المنظور لو جاين نتكلم عنو المنظور باعتتمد على ايه قلنا باعتمد عن نقطة لو رووب خط مستوى النظر بعد كده خط الارتفاعات وانواع الخطوط اللي بعتمد عليها المنظور على حسب انت شغالت بأني نوع من منظور احنا قلنا في منظور النقطة ومنظور النقطتين ماشي لو انك تتكلمت الوقتي انت في خط نسيته ايه الخط ده حاجة اسمها خط الارض خط الارض ده هو الخط اللي بيبقى واقف على الشخص اللي بيبص عليه على المشهد ذات نفسه فكرة المنظور كلها يا جماعة ان انا عايز اوصل لشخص قدامي المشهد اللي عيني شايفه وهو يفهمه من غير ما يكون هو راح مثلا للمكان ده يعني مثلا انا عايز اتسم مثلا مبنى او ارسم الكلام ده كله يعني هاتب ده برد تترسمه قدام وياخد مجهود كبير جدا لكن بالمنظور انا بقيت عارف ان خط الارض ده راح هنا خط الارض ده بجمع بدأت اجمع شكل كامل ووصل معي ايه ووصل معي الشكل كتوتر وقدر توصل للشخص قدامي الفكرة ان انا او انا كنت في الشارع ده والشارع ده في مبنى من هنا وعلى اليمين في مسلا بقالة وفي هنا في جنينا في الكلام ده كله طيب تمام لو انا جيت اتكلمت عشاكرا منظور انا الوقتي عايز ابدأ ارسم عناصر في المنظور بتاعي قالك انا ما بعرفش اعمل البوكس مش فهم لو جتت ركزت في الاول كده احنا هنبتدي عسبل خالص من الزيرو عشان ما عندوش اي خلفية خالص تمام هنبتدي بايه بالبوكس البيت في الطبيعي لو انجت ركزت مثلا ده بالنسبالي او طب المتوز المستلوت صح لو جت ركزت في الشكل المتوز المستلوت ده في طول ارتفاع عرض لو انجت ركزت فيه طيب لو انجت هنا او مسلا بسيت هنا او ماشي لو نفترض انجت اتكلم عبوكس فانا معي ايه الطول والعرض وبعد كده الارتفاع ماشي ده البوكس بتاعي في المنظور العادي او في ايه في الشكل العادي اللي هو مسلا بيلاقي مسلا دلع بيواز دلع بيواز دلع بيواز دلع ده عمود عليه والدلعين كله دلعون ده بعد ويواز بعض طب ده في العادي لما انت جاءت الكلمة عن منظور اه الموضوع اختلف مش فاهم ازاي اللي الوقتي انت وطيلي اول حاجة نبدأ نرسمها كخطوات هابدأ لقي فيه خط اسمه خط مستوى النظر فروحت عملت ايه خط مستوى النظر اهو نقولنا بالنوع بيبقى خط افقي برسمه في التلوحة طيب بعد كده نقطة الهروب طب معلش هوا نقطة الهروب دي انا حطها فين نقطة الهروب دي هحط نقطة اول خط ونقطة اخر الايه نقطة اخر خط طيب بعد كده لما وجيت اتكلمت هابدأ لقي فيه فيه خط اللي ارتفاعات خط الارتفاعات ده بيكون عمودي على خط مستوى النظر طب ايه وزيجة خط الارتفاعات ده خط الارتفاعات ده اللي باخد عليه ارتفاع كل حاجة انا عايز ارسمها يعني بيحدد لي الحاجة بتاعتك دي هيبقى ارتفاعها قد ايه في المشروع انت بترسم بقى بالبقى بتلل ارتفاع في الايه في الحقيقة صح؟ لو انا بتكلم في مصدور هتلاقي نفسك انت بتقلم مساحة بتضغب مساحة فبتلي كل حاجة بتصغل معاك. فبتلي انا بحدد بقى المقاس بتاع الايه بتاع الباب بتاع ده مع سؤال دي. طيب على برضو خاطر الارتفاعات. ممكن ارجع له ممكن ما ارجع لهش ممكن اشتغل بخطوطة. هنفهم ايه? هنفهم قدام هنعمل الكلام ده ازاي. طيب. لو انا جيت اتكلمت انا كده عملت ايه? الشكل بتاع العادي. اللي هو ايه? عملت خط مستوى النظر. اصبح الجزء اللي فوق ده هو فوق مستوى النظر. والجزء اللي تحت ده هو تحت مستوى النظر. طيب. لو انا جيت بسيت. انت بتلي في خطر ارتفاعات برضو عمودي. ما ننساش ان هو عمودي. ماشي. اول حاجة لو انت جيت تتكلم انت بتتكلم فاني ما نزور معلش شي. ده منزور نقطتين. منزور نقطتين. انا عرفته بقى ديه انه عندي نقطة هروب. او انه بيسامها نقطة هروب او الزوال. نقطة زين واحد. وزين اثنين. قال لي لو انت بترسم عنصر معين في المنزور. فانا خطوط بتاعت وما بتخرجش بره النقطة تندول. يعني منفعش عليك خطوط تخطيم وزين بعض. اللي في حالات معينة. طيب. مش فاهم برضو. لو انا جيت ركزت. قلنا ابسط حاجة نبدأ بيها كان البوكسي العادي بتاعنا صح? البوكسي ده لو انا جيت ركزت هو ليه ارتفاع صح? الارتفاع ده بحدده عن طريق نقطتين. يعني مسلا عندي القلم ده مسلا ليه ارتفاع معين صح? فلازم ان نبقى في النقطة فوق ونقطة تحت ووصل ما بينهم خط عشان اقول ان الارتفاع القلم ده مسلا 10 سنتي او فوق اي انا. طيب. خط الارتفاع احنا قلنا ان احنا بنحدد عليه. ما ننسيش الارتفاع ينت. فحددت الارتفاع انت قلت هتحدده عن طريق نقطتين. فخدت نقطة. ونقطة. طب معلش انت بترسمه. فعني مسقط. مش فيه. يعني فعني مستوى. بدا تبص الوقتي اوه. الوقتي بتاعك ده. انت الوقت عايز ترسمه فعني مستوى. ده السؤال المفروب تسأل نفسك. العنصر بتاعك ده. هل هو تحت مستوى النظر ولا في مستوى النظر ولا فوق مستوى النظر. ب بدا تبص اوه. طيب انت شغلت على طول تحت الخط كده يبقى انت شغل كده تحت مستوى النظري. بدا تترجم على طول لو انا تحت مستوى النظر يبقى انا مفروض هشوف سطح. مش هشوف قعدة صح? تمام. طيب لو انا جيت ركزتين اوه. اول قعدة حوطاها في حلقة في ودك. الخط الرأسي في الحقيقة بينزل رأسي في المنظور. لما انا جيت ركزت ده في الحقيقه هو خطه ده رأسي صح؟ هينزل رأسي فينفي المنظور. يبقى عاجين اوه. هروح ما بين النقطتين اللي أنا كنت عاملوا. طب بحدي كده هيعمل إيه. أنا كده حديت ارتفاع البوكس بتاعي في المنظور. طب هعمل إيه بعد كده؟ أنا الوقت المفروض عايزة أ Обيين أيه الشكلnie الوجه اليمن والوجه اللي ايه؟ الوجه الشمال عشان أبعين الوجه اليمين ووجه الشمال لو جيت ركز في الحقيقة هم رايحين إيه 지나مين كده صح ودول رايحين إيه رايحين شمال كده صح فالerverايحين يمين ناخد النقطة أو اي نقطة هو التسلط الذي نديه يا هاتف حاله أي نقطه على خط الإرتفاعات أي نقطة على خط الإرتفاعات الذي يجب أن تصدق لذلك يعنيạnh أن تم نقف장을 وهكذا يعني . يعني أن نتسبق هذه النقطة وهنا نقف على خط لهفي حية نقطة في الهروب هذا يعني كلمة أنا أحرب أو بعتمد أن هرب أو أزاول أنت سيوسل بين النقطة و لكن internlets المنت سيجد أن تعرّبنا مرة بين المنساعدة لذلك يعني أنته أنني هربت versus الشيء على طوصل ايه مرة ايه. طيب لو انا جت ركزت توصيلها في الليمين يعني حكل الشكل في الشمال بالكغ aquellاي مرة اليمين مرة اللي مرة اللي مرة اليه الشمال. تمام صعب الكلام ده طيب لما جيت ركزت انا كينة كينة عملت ايه في الحقيقة كيني جبت الدلع ده ومديته الى مالة نهاية في الحقيقة وجيت الناحية التانية ومديته الى مالة نهاية برضو فين في الحقيقة طيب انا مفروض دلوقتي عشان احدد الوجه ده والوجه ده لازم ان انا اعمل ليه ان انا ابتدي اوقف الخط بتاع اللي راح نقطه ده عند نقطه معينة اقول له بس انا عرضي هنا وبس انا طولي هنا طيب هتخذ الكلام ده ازاي فين الخط اللي فوق اه ومش ده اللي انا عمله مش هي دي النقطة اللي انا بدأت اعملها فين المنظور وسأتمر في هيطا arithmetic المنظور ساختة لا IDL أو سنزل راسي في المنظور إذا كانت كاملك НАدس المنظور الحين وما الوجه الاشمالي لو كان بكس يبقى لازم من المسافة اللي هنا انتوا بقدم المسافة اللي هنا ليه اللي المسلول بتحافظ على النسب الحد ما هي بتقل بس بتقل بنسبة ايه متساوي طيب انا كده نقص لي انت كده عملت ايه انا كده كان انا عملت ايه عملت الوجه اليمين والوجه الشمالي نيجي بقى لتالت قاعدة نحطها برضو حلقة في ادننا ايه تالت قاعدة دي قالك ان اي وجه يعتبر طو دي انا بتكلم فى بعضين. مع منظور نقطتين دا بيعتمد على العبود ثلاثة انواع من الخطوط مش فهم Потому han mylun ating Unt из instantly مرز يعتمد على ثلاثة انواع من الخطوط. ومنظور就en t Bakisan ترجم انه ا punköAnyone that. ترجم ان من الأ button하게 كافر يا لفتا. ، ومانظور ان قطعه عن طريق ثلاثة. اول نوع هوا الخط الرأسي ، backend three BIs. وخط المتهرب للنقطة الأيمن الذين ي blueprint ارتف Mutta الوجه بتاعي انا قلت الوجه اعتمد على النواين بس اي وجه يعتمد على النواين يعتمد. and this is your arson, اي وجه بيعulous معظم ارى الثلاثة من الخطوط من النقطة. التكلم كالهن. ها ازبيت لي انه بيعتمد على النواين بس من الخطوط. حيث ان انتم ذلك قلته لذans 마هن في بعض الخط المتتحرب يمين والشمال والرأس. الصحة? حسن. قالت ، هلضايها الاعتمد على اي ب benim Evee? بتراح ازاي ً انه خطين رأس، صحة? وخطين ويتهربين ايه من يمين ايه انا استخدمت نوعين بس من الخطوط، الخط الرأسي والخط المتهرب ايه من يمين مثي ا bastardك برضه نخش على الجنب الشمال فجنب الشمال باっち يعjazه أنه صلاح جد كل جسد من خطوط من خطوط فعلا مفروض HyperK �s عشان تحس بالبوكس ده قال لي ناقصني السطح بتاع البوكس طب عرفت منين ان هو سطح مش انت قلتلي ان انا راسي تحت مستوى نظر يبقى انا مفروض اشوف سطح منين سطح من فوق طيب السطح اللي من فوق ده لو انا جيت ركست هو هيعتمد انت قلتلي ان اي وجه بيطلع من اهم الخطوط صح طيب هو هيعتمد على ان اهم الخطوط حين انا نيجي لكه ده رقم 4 اي خطين بيوز بعض في الحقيقة بيروحوا لنفس النقطة في المنظور مش فهم لو انا جيت ركست هنا هو مش الخط ده بيوز ده في الحقيقة تمام والخط ده رايح شمال في الحقيقة يبقى يروح شمال فين في المنظور يبقى اخدوا النقطة دي ووديها فين زي ما خدت ده هاخد من النقطة دي وده بيوز ده في الحقيقة فيروحوا لنفس النقطة فين في المنظور طيب تعال هنا اه مش الخط ده بيوز ده في الحقيقة يبقى مفروض حاجة هنا بيروحوا لنفس النقطة فين في المنزور67 بس الطريقة دي عشان تفاهم انت فاهم وانت شغال في المنزور طيب لو أنا هيا ليت ق take yourss ليك لانقلت فيaze remember أنا أقدي ليلي اليمين؟ أقدي ليلي الشمال هذه هي نقطة النقطة الثانية أيضا لو أريد أن أفهمها أكثر قال لك لك أن تجسم لازم أن أرى ثلاث أنواع من الخطوط عند نفس النقطة يعني لو جيت رجعت أنا أريد أن أجسم وأبين السطحي صح؟ طيب لو أجد أن أجسم وأريد أن أبص كده أنا معي نقطة أيها رجع كده خطوطك من غير أن ما كانوا موجودين قبل ما كانوا موجودين هم مسحناهم قبل ما يكونوا موجودين كنا عملنا إيه؟ بدأت أبصت أنا خلاص معي الوجهين بيتول وعايز أبين الوجهة تقلت رجعت هذه النقطة أنا معي مين؟ معي الرأسي ومعي المتهرب يمين نيسني مين؟ المتهرب ايه؟ شمال هنا معي رأسي معي المتهرب شمال نيسني مين؟ نيسني المتهرب ايه؟ يمين فهمنا؟ بدأت لهم معنى ايه؟ شكل البوكسي بتاعنا طيب لو نجيت الوقت أنت ترسمت لي بوكس تحت مستوى النظر أنا عادي الوقت عايز أرسم بوكس مين؟ فوق مستوى النظر طيب بوكس فوق مستوى النظر ده أنا نسمه ازاي؟ لو نجيت لقيت فوق اهو قلنا اول خطوة بعمل ايه؟ بحدد الارتفاع فحددت الارتفاع عن طريقة النقطتين هذه نقطة وتنازل رأسي ونقطة تانية كيف مشكلة؟ طيب بعد كده خدت النقطتين دول قلنا اي نقطة على خط الارتفاعات بتاعي اللي هو الخط ده هبدأ ان انا نعمل فيه انا اجباري هربها هربها اليمين هربها للشمال هربها اليمين والشمال ده يرجع لايه؟ التفصيلة دي فاني حتة فلو هربها اليمين يعني لو مثلا انا مر نفترض هيبقى مثلا هنعقد الشكل شوية في ايه؟ في المثال اللي جايه لو انا جيت بوكسة الوقت عايز ارسم بوكس فوق مستوى النظر اللي هو هو نفس اللي انت عملته تحت بس كأنك عملت ايه كأنك لفت الاسكتش بتاعك بقى اصبح الوقت تبقى فوق مستوى النظر ودقى تحت مستوى النظر طب معايش لا انا عايزك تعدولي تاني عشان ايه؟ اتابع معاك ماشي خدت الخط الرأسي وبعد كده بدأت اهرب ايه؟ هربت شمال وهربت ايه؟ يمين واحد يجي اسألني يقولي طب انت قلتلي ان هو يجي في الامتحان يقولي ان انا هعمل حاجات قريبة للمنظر انت بتعمله ده بس بايدي صح طب انا بالمسترة وممكن خط يطلع من ايه؟ لا انا عووك شوية طب فما بالك ايدي بقى هيبقى منظر خط عامل ازايين طيب هنتكلم في النقطة دي ازاي تبدأ تهدي ايدك وتطلع خطوط مستقيمة ايه؟ مظبوطة من ايدك نكمل؟ نكمل هبدأ اعمل كده هبدأ اعمل ايه؟ هبين الوجه اليمين ووجه الشمال فالوجه اليمين هيبين على الجزء اليمين والوجه الشمال هيبين على الجزء الشمال انا عقبت لك مفروض انه ن Io閉كي مثل ده نقطة، ويرافار بها ارض الاطر ما لم يكن انت بترسم حنه؟ انا برسم في مستوى فوق مستوى النظر طالما ان انا بالفوق مستوى النظر ينتجي ايه؟ انت تلقايي هشوف ايه؟ هشوف كاعدة لانتي تعلى مستوى النظر كنت باشوف اسطح طالما نتشوف كاعدة اوowania ليست شكل حسنا بسيطا نهاو بانضحي بانضحي نقطة هطلع رأسى انا تحت كنت فيتعمل ايه؟ كنت بنزل راسي حسنا hoped لنأخذ راسي هده مشكلةots حسنا حسنا contenido ري God قولت لي اعلي قاعدة فوقت لما اعلي قاعدة لقد اضعت شقعتني لقاعدة الحثي اضعت هنا في نقطة في المن وهربتها للشمال فعلنا نعلم من هذا Ang drives SM NIH من به أجسام التجسام من غري Software Who M ans حت Quer Fear Terima هل تجسام وقد ذا. المفروض ان انا لما ود يمين وودي شمال على ان الاثنين تقتوا مع بعض عند نفس النقطة. عشان في واحد يجي يقول لي اصدهم ما تقترشوا اقتوا مع بعض وراء شوية تقتوا مع بعض الدم شوية فازبح انهم متوازن وستطلوات شوية. تماما. ده يرجع لي? يرجع للعرض بتاعك اللي انت خدته من هنا والعرض اللي انت خدته من هنا. وبوقت انوتون هروب. هل هو متساوي ولا لا. يعني ايه متساوي بوقت انوتون هروب من خط اتجاهات او خط الارتفاعات. هل هو فعلا متساوي بوقت ذا أدي لخط للارفعات بطبيعته ولعشان الن��Us 장난age من قبل مستو главي يستحسن ان خط داي 2019 يكون اقل من خط مستوى النظر كذا ولومن شخط هذا الصغير ا blues انا خط العملية طيب حاول انت ايه من خط ده يبقى اقل شوية في الارتفاع من ايه من الخط ايه من خط مستوى النظر ليه لو الاتنين قد بعض هتحس ان الشكل بتاعك او لو الاتنين قد بعض كده هتحس ان الشكل بتاعك مشدود او التحت فتحس ان هو مش وقية او طب انا ليه بتكلم الوقت ان احنا عن طول ده عنده في الطبيعي عشان تبني حاجة بتاعتك طبيعية او حقيقية بتبدأ تلاقي ان انت مفروض توصل لحالة التوازي اللي هو ده بيوازي went and absorb it in myuur too انت كل ما تقلل ده كل ما تقالل الارتفاع بتع خط الارتفاعات وتطول خط مستوى النظر كل ما لقي خطوتي اللي رايح على النقطة بتروح لي بعيد قوي فبالتالي بيبقى اقرب للتوازي شويق فبالتالي بيبقى اقرب للواقع ايه ايه نيجي بال Qatar قلنا او الخطوة ايه zapewn iko scottning – clutch published . and this area, you can crack at him andore it , or you can archives again and make sure the ogre . and another area, you can huryu systematically . and make sure the covers when he launches . so it's the difference here, thisaja suka , so this area, i take a moment and всегоped to get away to end the other part, and then having a moment when it comes to the отвеч system, it isn't one of those who can do the focus on a projections لا هو يعد معي على حثر أنه ينطر على نقطة تحتها فين؟ معنى لماذا يجعل الوقت بخطة مستوى النظر؟ اتفعنا؟ صعب الكلام ده؟ ماشي، طب لماذا؟ في حاجة ما فيمتها؟ ايه هي؟ لو انا جئ بسيطة انت بفوق كنت لازم ان تهرب من يمين الشمال وشمال اليمين بعد الخطوات انت بتعملها فوق برضو ايه تحت كنت برضو تهرب من يمين الشمال وشمال اليمين مال ليه انت محربت الشمال وشمال اليمين؟ باست يعود لaux احنا احنا ولو تقعها الم في مستوى النظر ولا بنرى خط Imagineizers которая انا ليسوق ان ا ي jus انا هرب ايام الاو هرب شمال امتى اعمل socio احنا حاله دي لو انا بتكلم بكسي شفاف ايها انا نراهoc السطحه الداخلي فهاررب من يمين الشمال وشمال اليمين ومن شمال اليمين لان تحت برضو يمين شمال وشمال اليمين عشان ا juvenى سطح ايها او قاعدة فبدا تلقي معنا لتطلع بده يطلع معنا لايه شكل البوكسي بتاعنا بس كأنه شفيف كان وزيس فانا اصبحت شايفر ايه لخصوص الاستيار بتاعي بعد كده انا الوقت رسمت ايه انا رسمت الوقت ايه التالي بوكسيات بتوعيه اللي هو البوكسي فيه مستوى النظر وتحت مستوى النظر وفيه مستوى النظر طب انت ليه بتديني الكلام ده انا الوقت بحاول اكبر قدر ممكن معاكم بنبدأ نوصل لشكل ايه شكل البوكسي في المنزول لان البوكسي ده هو اللي هنطلع منه جميع الاشكال بعد كده يعني هو اللي هيبسط علينا الدنيا بتاعت المجسمة كلها في الامتحدات اللي فاتك كان بيجيب لهم ايه كان بيجيب لهم مجسمات معقدة شوية ويبدأ يقول لهم ان انت المجسم ده حاول ان انت تبدأ ايه تعملهو دي واحد حس ان هو ايه يعمل لي يعني قرر لي مسلا يجيب لهم مسلا زي هرم وانا افترض ولهم مش نسلم له هرم ده في المنزول وكرروا لي خمس مرات ودخلوا مثلا مع كيوب او دخلوا مع استوانا دخلوا في استوانا تانية حاجات غريبة كده اشكال غريبة انت تجيبوا الصلاة بتتعمل ازاي في المنزول دي معرفش فما كنت شعرف ازاي خط يدرع فين اكون فاهم اصلا خط ده ليه بيروح يمين ليه بيروح الشمال خط ده هيجيب ازاي الدوران هيجيب ازاي لو انا معي دايرة هتبقى بشكل عامل ازاي في المنزول استوانا بشكل عامل ازاي في المنزول هتلاقي موضوع ايه كان عيتوه منك لكن كده لا انا الوقت فاهم مش حافظ مش بحفظ خطوات لا انا فاهم انا ليه بعمل كده ودي وصلت يمين ودي وصلت شمال وليفضلت رأسي تمام لو جينا نتكلم بعد كده على ان انا عايز البشر ساعقة موضوع شوين قال لي الوقت لو جيت ركز في المنزول المنزول فيه كم تركية كده لو خدت بالك من النوم هتلاقي موضوع باعدي كده هسهل مش فاهم قال لي الوقت خطواتي مثلا انا جيت ركزت ايه تركيبت لمنزول انا جيتت اكلم انت انا الوقتي عايز ارسم بوكس عادي لنحن عدينا طيب عايز اطلع حاجه من حاجه عايز ادخر حاجه جوه هجم مش فاهم يعني عايزك تبيني مثلا حفر جوه للا عايزك تبيني لاله هو تقويج لجوه عايزك ت إذا بقى ترغبنا يوجد جزء من الجيد لا أو مجدود لوجه. هناك شيء يوجد أختار. هناك دوران. هناك شئ مشطوف هل أريد أريد أن أريد أن أريد أن أقوم بقبيل المجسمات. أنا أريد أن أقوم بعمل هذا الشكل الذي أفعل هذا الشكل الذي أفعله. أذهب وتفعلوها هناو ومن ثم نقطة من هنا ونصل إلى هنا. ثم نقطة من هنا ونصل إلى هنا. ما هو مصل إلى هنا ونصل إلى ذلك. كأنه مدجوب للذوق. وبدأت أنني أجعل لك شكل جديد. او. وهو ده معي راح اجيبك الشكل ده كده بيقول لك ايه? اتقرر للشكل ده اربع مرات. ودخلوا لي مع حاجات تانية واو راعي بقى الحسب والاضافة والتداخل والترابط والكلام ده كله. مش فاهم ايه الكلام غريب ده. الكلام الغريب ده اللي هو بيقول لك ايه? انا بس حسب اوضافة ان انت مسلا تجيب عنصر وتعلم منه حتى. او تدخل لي عنصر في عنصر. اضافة بقى انت تمسك عنصر وتركبولي على عنصر كده. يعني مثلا ده تحس ان انت تركيانك مركب عليه مثلا كيوب تاني. ونفطر بالمنظر ده ده. او. منظر كيوب تاني عليه. فبالتالي سيبقى فيه جزء اوه. ابدأ ان انا مسح بقى خطوط الزيادة انا مفروض ما شوفهاش. ايه. ايه. ايه دي. دي. ايه. ايه. ابدأ علي كده حس ان انا كان البيكس ده فعلا او لا ده كان البيكس ده فعلا راكب على مين? راكب على البيكس ده. اذا هو كانوا محفور فيه كده. هاي البقى انه هو التفاقية في كله. والتكبير وتصغير. تكبير وتصغير. انه هو مثلا ما يديك مباكس مثلا بمسموعين. انت ممكن تكبره في مرة وانت بكرره صغره في مرة. تستطع منه حتة تزويد حتة هو ده كلام انه هو اعيز. بس عايز بقى انه هو فعلمني التكوين كاتوتال يبقى متزن. يعني ما متزن يعني ما يجب لهش حاجة كبيرة او على اليمين. وحاجة صغيرة شوية على الشمال. يعني ما يبقاش مسلا انا وانا اصلت ده مسلا ده بتاعه ودي الصورة بتاعي. ديت مسلا انت حاطت لي مسلا او لا هنا بقى مروح تمطول لي هرم قوي كده في المنظور. وانا روح تعمل لي بقى لعبوكس صغير جدا وما لهمش علاقة ببعض. ما ينفعش. لا لازم انا حسن مسلا كتلة بتاعتك كلها مع بعضها فين? في النص كده او يعرف اللي هو متمركزة. اتفعنا? باشي. طب احنا برضو الحتة دي انت كروتني لأ لسه هنقول الكلام ده بالتفصيل للوقت. ماشي. لو انا جيت الوقت احنا كده عدينا بوكس. في اي مشكلة فيه? ما فيش اي مشكلة. بس انا احنا كنا عايزين نفهم منه ايه? ان انا ازاي بهرب يمين ازاي بهرب شمال. عايزة بين عرض عايزة بين طول. نفهم القواعد السل اللي احنا قلنا عليها عشان دي هو اول لما تحتار ترجع لها. لو انا جيت قلت لك الرأس في الحقيقة بينزل الرأس فين في المنظور. اي وجه اي وجه بيطلع من نوعين من الخطوط. الخطين اللي بيوزوا بعض في الحقيقة بيروطوا لنفس النقطة فين? في المنظور. لو انا عايزة اجسم لو انا عايزة اجسم لازم نشوف التلت انواع منين من الخطوط. ماشي? نيجي بقى ايه? نصعب الدنيا شوية. هنبدأ نعمل ايه الوقتي? قال لك انا الوقتي عايزة ابدأ اشوف اشكال مجسمة في المنظور. طيب اشكال مجسمة في المنظور مثلا زي ايه ولا نفترض ولا نفترض. حاجة شبه. مثلا السعبه شوية هرب. لو اجينا نتكلم عن هرب. الهرب طبيعته ممكن نلاقي مثلا هرب بقاعدة ثلاثية وهرب بقاعدة ربعية. بتفرق? بتفرق في شكل تاع القاعدة بتاعته مش اكتر. بس بيبقى ليها منظر تاني في المنظور. طيب. قال لك مثلا لو انا هرب ربعي انا بتكلم عن قاعدة ايه? مربعة صح? قاعدة مربعة. وبعد كده لو انا وصلت الاكتر بتاعتهم مع بعض. بطلع رأسي بفوق. واي كده اوصل من نوتة الرأس ده ايه? لكل. حرف. من احرف ايه? بتاعت الايه? بتاعت الهرم بتاعي. صعبة? في اي مشكلة? اصبح في الاخر الشكل بتاعي هرم. كان في واحد با ممكن يسهل الدنيا على نفسه راحة من ايه? ياخد نوتة من فوق. وخط كده. وخط كده. وخط كده. ورح واخد ايه? كده كده. شكرا ما تلعب مع هرم برضو. وعلى حسب او اعيز الزوية بتاع تعمل ازاي. طيب. لو انا جيت اتكلمت الوقت. مثلا انا عايزة انزل المنظر ده في المنظور. طيب. عايزة انزل المنظر ده في المنظور. عبداليا ان انا اعمل ايه? ارسم بقى شبكة بتاعتك عادي. طيب انت هترسمه في اي مستوى? هرسمه مثلا تحت مستوى النظر. رحت عملت ايه? خطه. خط مستوى النظر. نقطة ونقطة. وبعد كده انا مفروض اشتغل تحت صح? طيب انت الوقت هترسم ايه? قال لي ان انا هرسم الاول القاعدة. انا هتبع الخطوات دي. فهرسم القاعدة. وبعد كده ايه? هوصل اكتر بتاعتها. لنفس الكلام في المنظور. وبعد كده هطلع عرقتي فوق. وراح موصل للجنة بتاعتها. طيب. هتعمل الكلام ده برضو ازاي? مش فاهم. انا مفروض احترسم القاعدة. القاعدة دي عبارة عن ايه? مربع. المربع ده يعتبر السطح صح? يعني 2D. طيب. انت الوقتي شغال على ان يجم. قال لي ان انا شغال الوقتي على الجنب بتاع ديه على الارض. يعني انا اعتبرها الشغل على الارض. فبالتالي الارض كتشبه مين? لو نفتكر كتشبه السطح بتاع اللي من فوق. وهو كان نفس الكلام منين? من تحت. اذا هي بتعتمد على ان نعم الخطوط. المتهرب يمين المتهرب ايه? متهرب شمال. فلو رجعنا هنا. قال لي ان انا هاخد نقطة. تمام? واروح مهرب النقطة دي مين? وهرب النقطة دي ايه? الشمال. مش مشكلة? مش. بعد كده هحدد العرض بتاعي والطول. فحددت العرض من هنا. وحددت الطول من اين? من هنا. وبعد كده خدت العرض والطول بتاعي. من الوقت عايزة باين السطح بتاعي الداخلي. تمام? فعملت ايه? اللي في اليمين وضيته المين? للشمال. واللي في الشمال وضيته المين? لللي في اليمين. في مشكلة? ماشي. بعد كده انت مفروغ تبتيجي ايه في الحقيقة? وكنت مفروغ بتتوصل ما بين كل كل نقطتين قدام بعض. فكل نقطتين قدام بعض هتروح موصل ما بينهم كده. هتقول لي الثانية واحدة انت موصلتش دال المنظور. ما حطتهش في النقطة دي. قال لي لأ ما هم ده دلع مختلف يعني ايه? الدلع ده ما نهو جد في الحقيقة. فبالتالي بيمشي على نفس ايه خطابة بتاعته. فعشان انا نسي مدلع ده في المنظور. لازم اكون جايب النقطة دي. والنقطة مين? النقطة اللي قدام. طب واحنا جايبينهم. خلاص فابصل ما بينهم كده. وبعد كده هاخد النقطة دي والنقطة دي. ونحو موصلهم ايه? مع بعض. اللي هم نقطتين له سبعا. كده انا جبت النقطة بتاعت الايه بتاعت الاكتار. فين? في المنظور. فهبدأ عمل ايه? الرأسي. في الحقيقة لو نفتكر. ينزل الرأس في المنظور. فعطلع عرأسي بيرتفاع الحرم بتاعك. انا عمل ازاي. تمام? وبعد كده من النقطة اللي فوق. بدأت اعمل ايه? اوصل. للحرف ده. واوصل. للحرف ده. وبعد كده اوصل لمين? الحرف الاخير بتاعي مين? في اي مشكلة? بدأت ان انا قدرت ارسم. هرم. فين? في المنظور بتاعي. في اي مشكلة? تمام. لو انا جيت بعد كده مسلا. انا مثلا انا اريد ارسم الهرم ده مقلوب. يعني ايه مقلوب? يعني كأنه مثلا سطحه فوق. والبس بتاع التحت. انا عارف نعملها? فيش حاجة صعبة. الفكرة في ايه? انا خلاص في امتي الهرم ده بيطلع من قاعدة وباقي كده عنزل رأسي وباقي كده من الكلام بتاعه. طيب. ماشي خدت النقطة مثلا قلتك مثلا وانا افترض. عايز كاين فيه هرمين لابسين في بعض. اي الرخمة دي. او لا انا عايز الهرمين لابسين في بعض. او انا عاملين مث ازاي? اه الفكرة بتاعيتهم برضو لو انا جيت في الحقيقة كان اي جيت برضو كده او بقاعدة مربعة وروحت عملت ايه? وصلت لأكتار وروحت النازل رأسي وباقي كده رحت موصل كده موصل كده. فبالتالي التقاطع ده هيبقى عامل ازاي? هيديني على الوجه ده. شكل الهرم ده هيبقى عامل ازاي? السطح هيبقى عامل كده. والسطح ده هيبقى نازل كده. والده جاي تحت اهون. ازاي شبه ايه? لو نفتكت كده شبه ايه? الساعة بتا الرملية دي. فهيبقى عامل ازاي جاي من هنا? وده الهده جاي كده. وده نازل ازاي. شايفينه منظر ده? تخيل بقى هو لو جيب لك في الانتحان واجب لك الشكل ده ولا تكرره لربع مرات. انت املك تخيل بقى ان هو ممكن مسلا يبقى عارمين لبسين في بعض. انا شايف شكل هلامي كده ومفروض ان انا اقرره فمش عارف اقرره ازاي. فبتديت ابص من هنا اه لا يبقى انا سعيتها بقى هنا هو. نفس اللي انا عملته هنا. عمله في هنا? عمله هنا. بس ده انا بدأت من هنا يعني انك ممكن من اول ان انا اعمل خط ما اسم من هنا. بقى كده خط ايه? راح من هنا. الخصوص دي تبقى عبارة عن ايه? هاخد نوطة ورح موصل كده ورح موصل كده. طيب لا حاستنا الموضوح يبقى رخم شوية. طب هعمل ايه? هاجي من فوق وارسم من الاعدات تاعتي. فهارسم الاعدات دي روح تعملت ايه? خدت نوطة ووحت مهرب ايه? يمين ومهرب شميعي ازاي ما عملنا. وبقى كده نوطة. تغط لعرض. ا نحتاج الناعد لخطنا. وبقى كده اخدنا ايه? نوطة تانية ايه? ورحت مهرب ايه? اليمين اليمين اليمين. تمام? وبقى كده رح تموصل اكتر. ورحت نزل ايه? رأسي. وبقى كده من النوطة بتات الرأسي لتحت. بلاتت تطلع. بصوا او دوتة لين. لحده ما خبط في الحرف. بقى كده رح تموصل ازاي? في اي مشكلة? مش. دوتة لين. او بقى كده رح تموصل ازاي? صعبة? هنا او لا ده هيكمل ازاي هيكمل كده? طيب. هاجي من الن النوطة دي? اخد مع مين? مع نوطة الهروب. دوتة لين كده. او كينا على النفس الايه? على نفس الوزء. وامدى على ايه? على استقامته. همدى على استقامته لحد ما يجب لي مين? ده. وارح سعيتها موصل مين? متقل على ده. واخدوا النوطة دي وادعها في اين? الناحية التانية كده. فتجب لي مين? تجب لي شكل. بتاعي. اللي انا كنت تعايز ايه? اهد الله. صعب الكلام ده? في اي مشكلة? اي مشكلة. وسعيات الخطة ده جاي ازاي? جاي كده? اتفاقنا? اهد ايه اعتبر من الاشكال المعاقدة اللي كانت بتقابل للناس برضو السنة اللي فات. لو هني بديت اتكلم الوقتي مسلا مسلا اسطوانة في اسطوانة. طب انا عشان اتكلم عن صعونة لازم الاول ابقى فاهم الدايرة بتتعمل ازاي في المنظور. طب الدايرة بتعمل ازاي في المنظور? طب الدايرة بتعمل ازاي في المنظور? هو صعونة عبرها عن دايرة فوق دايرة تحت وواصلة ما بينهم خطين. مش فاهم برضو. لو ا الدايرة بتبعيتها ما بعرفش ارسمها. يعني في الحقيقة ممكن مثلا اي ارح اعمل كده. مثلا خلال شوكرا اعمل ايه? دايرة كده ورحم ايه? موصل. طب لأ انا ابن ودتي اريز اتكلم عن دايرة فين دايرة في المنظور? دايرة في المنظور دي عبرها عن ايه? هرسم ان الوقتي ما بعرفش انازل الكرب في المنظور. فببدأ ابوصت الدنيا عن نفسي. معلش انت بتعرف تعمل ايه? اسأل نفسك انا بعرف اعمل ايه? وبالتالي حتى تستطيع تكيب ان انت ما بتعرفش تعمل. طب انا بعرف اعمل ايه? انا بعرف اعمل مربع عادي. وانت نزل الكلام دا في المنظور بدلل ان انه فعل اقرأت الهرم في المنظور. عارس انه هو بنزل ازاي? طب قال لي هما زمان هما كانوا بيجرسم الدايرة كنا بيجرسم مربع. وبالتالي يعملوا ايه? بيبدأوا انه هما يقسمو الربعة تربعة اضباط. ويقول لك ايه? ربع دا. يبقى مع الربع دا. مع الربع اللي هنا. مع الربع اللي هنا بدأ يكون معي شكل ايه? التوتر بتاع الدايرة. طيب انت بتعرف تنز نزل دا في المنظور. يبقى انا هننزل دا وعن طريقه ايه? اجيب مين? الدوران بتاعي. طيب ازاي? قال لي هاجي مثلا تحت نوو. وانا افترض. هابدا اعمل ايه? خدت نقطة. ايه? وعربتها مين? وعربتها ايه? الشمال. في مشكلة. وبعد كده انا بعمل ايه? انا برسم المربع بتاعي. بس فين بقى المربع دلوقتي بقى على الارض تحت. تمام? فبقيت اعمل ايه? خدت نقطة وعربتها مين? وعربتها الشمال. وبعد كده اخدت ن نقطة تانية. وعربتها عاملين. هل دي عربة شمال? ما هي كده كده متعربة شمال. مش عربة شمال. تمام? اجيب من هنا. عايزة ابعين ايه? العرض بتاعي. فخدت نقطة وعتم. لازمة بقى التول هنا هو بقادل العرض. ليه لان دا ايه? مربع. مع كتر الدايرة اللي من هنا هو نفس كتر اللي من هنا. وإيه لك انا هبقى باين معك ايه? بيضاوي. بس فكرة هو فعلا لو انا جيت ركزت في المنظور. الدايرة بالبان بيضاوي. بس بيضاوي بنسب معين. يعني انا هل جيت بس بس في دايرة الدايرة من واحد. في مستعات واحد فتيراها دايرة. يعني كده دايرة تمام? لو جيت مقابلت بكشوية بعيداوية شكل بيضوي. شكل شكل بيضوي. ليل قريب الليل فعلمين في الدق望. ثمانا إذا أجلت بصيرتهم أعملت إيه؟ أخذت هذه النقطة و أرى بإمكانك تعمل مربعي أخذت هذا الدلع و أكسنت نصين و أرى بإمكانك تعمل مربعي و أخذت هذا الدلع من هنا و أرى بإمكانك تعمل الشمال صعب؟ أبقى معي أكام؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة 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 الأربعة أربعة 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 مفروض أن هو أنه نزل فيه بشكل من؟ الدايرة عنتي طيب الدايرة عنتي إذا أنت راكزت قالها لو أننا نقوم بسرعة الزاوية أكيوب عنتي أقوم بيشد المتاحة بيشد الكرف بتاع الدايرة و الزاوية الأوبتيوس عن الأربعة منفرجة سأريح لأن يجد الكرف يعني أقوم ب pequeعقية للزاوية الكبيرة و أبدأ رسم لي الكرف مرتاح كلا عادي خلص. والذي هتعمله فوق. يعمله في المربع اللي فين? اللي تحت. صعب الكلام ده. طيب. قال لي تعال عند الزاوية او لما تيجي عند الزاوية الحادة اللي هي الأكيوت. ابدأ شده الكيرب فيه. يعني كيانك شده من النقطة كده. فيبدأ ان هو ايه? او بيبدأ يبقى ليه زي بوز بسيط كده. فيبدأ يبقى عمل ازاي? صعب الكلام ده? واجب من هنا نفس الكلام او فري هند بيدي او بقى مجذوب من اين? بدأت كده لقيت نفسي طلعت شكل ايه? شكل الدايرة بتاعتي بس فين? على الارض. يعني ده منظر الدايرة بتاعت على الارض. طيب اللي تصبح هنا قبر عن دايرة ودايرة فوق ووصل مبنى مخطيين. اذا انا اقدر اعيد نفس الشكل فين? على ارتفاع. نفس الشكل بتاعليه? طيب منظوم بتاعي. بس الفكرة ان يعني لو نجب بسطة المسافة اللي تحت. المسافة اللي ما بين دلع ده ودلع ده. لما تطلع فوق كل ما بقرب لخط مستوى نظر بكل ما المسافة اللي ما بين الدلعين بتقل. مش فان. يعني هنا. لو انا كنت ركزت كده مثلا وانا اطلال هبين السطح وليان ده شفاف. ابدأ ان انا عمل ايه? اهو. لقيت ان المسافة من هنا الهنا كبيرة جدا صح? اول لما طلعت فوق المسافة دي ايه اللي حصل فيها? المسافة دي قلت. نفس كلام بيحصل في مين? بحسن معي تحت. بحسن معي تحت. بحسن معي تحت فين في الدايرة. مع الدايرة امرت بالمسافة دي. البوكس اللي تشارفينه مربع اللي تحت ده. المربع ده كان كبير. مسافة دي كبيرة. فلما تطلع فوق يبقى انا خط خط الارتفاع بتاعي. وبدأت عمل ايه? اهرب يمين. وهرب شمال. وبعد كده اخذ نقطة. خط من النقطة دي تلاقي تفوق تاني. انا بعيد نفس البوكس. يعني نفس الحركة اللي تحت كأنني بعيدها فوق بس على ارتفاع. في خط النقطة دي تلاقي تفوق لحد ما خبطت في مين? في الخط اللي كنت معربه يمين. وبعد كده خط النقطة دي اللي في الشمال هربطال يمين. واللي في اليمين هربطال ايه? انا بجسم. يعني كأنني بعمل بوكس عادي. وبعد كبيرة تعمل ايه? خط النقطة النص دي. ممكن اقنصة فوق عادي وارح معربة يمين. وانصة فوق عادي وغربة عشمال. ونفس اللي عملته تحت فاعمله فين? فاعمل عند الزاوية ايه منفرجة? اخذ كيرفي مرتاح. وهنا برضو كيرفي ايه? مرتاح. واجه من هنا ابدأ عامل ايه? هنا وارح ابدأ. ان انا ادية المسافة اللي من هنا لان دي الزاوية الاكيوب بتاعتي. ودي الزاوية الاكيوب اللي قدامها. فتبع عامل ازاي? تمام? صعب الكلام ده? في اي مشكلة? وبين كده رح موصل فين? موصل من فوق اللي تحت اوه? برأسي. ومن هنا رأسي. هنشد ده شوية كان محتاج الشاب دي كده شوية مع هنا. تمام? ونشد ده نفس الكلام دي تحت شوية عشان من ايه? ادي العداء يبقى رأسي معنا. صعب الكلام ده? في اي مشكلة? بس. لو انا جيت بصيت هنا اوه? هنبص كده? انا كده الوقتي خلصت ايه? خلصت اللي ستونة بتاعتي. انا عرفت شكل الدايرة فين في الايه? والشاب المربع . الوايضا اقوله فين في المنظور? انا عرفت شكل الدايرة بين ده leak lazzy و Australia من قاعده في المنظور؟ طب الكلام ده لو كانت الدايرة في وين? على السطح او قاعده. طب لو الدائرة او القاعدة U 등it طب لو اتركزت في المنظور انا بشوف ايه? سطح و قاعدة بس لان اول مجلة تحت مستوى النظر باشوف سطح بس بشوف ايه? جنبين. طب لو انا في مستوى النظر باشوف ايه جنبين وقاعدة تمام فانا عرفت منظرها ازاي في السطح ومنظرها ازاي فين في القاعدة انا حيث تشوف منظرها ازاي على الجنة تفرق 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 فيه ان انا بدأت ما كنت شغال على المربع ده انا بدأت شغال على مين على المربع ده انا بدأت اخذ نقطة وانزل رأسي انا كده حددت الارتفاعي وروحت مهربها فين انا كده هعمل دايرة على الجنب ده تمام فايه رحت مهربة ايه الشمال كده وبعد كده حددت العرض بتاعي يبقى ادي ايه تمام واي كده اخذت نقطة اهون الصفت وروحت رايح فين رايح نقطة الهروب للشمال خب لك من حاجة انا الوقتي الوش ده كله مسحوب شمال صح؟ فتنبع الوش ملحوب على الشمال يبقى اي تفصيلة 2D وهي القاعد رقم 5 اي تفصيلة 2D هتنزل على مين؟ هتنزل على نفس الوش ده نفس خطوطه معلوش انت تلطيني كل وش بيطلع من اين او كل وجه بيطلع من نوعين من خطوط فاللوه متهرب ايه شمال ورأسي تمام فانا لو انا هعمل تفصيل عليه او هعمل خطوط عليه او هبدأ اعمل تفصيل ايه اي شكل عليه لو الشكل ده 2D هيتعامل برضه مع نفس انواع الخطوط بتاعته طيب انا هتنزل بتاعوا كيف ايه؟ متهرب شمال ورأسي لو انا هتجب بصيّة انواع الخطوط متهرب شمال فعلا ورأسي يبقى انا انما محبّت انصف ويودّ شمال مشهود مين؟ اودي مين ده صحة لما فكر اجلس لانا انا تنزل على سطحي يبقى اي شمال هنا نقطة وانزل ايه؟ وانزل رأسي فيه اي مشكلة؟ تماما انا ما عندي ايه؟ الزاوية الكبيرة بتاعت المنفرجة اللي هي الاوبتيوس ايه وزاوية الحده فين ايه فانا عرفت ان انا هشد الكرف بتاع منين هيبقى مشدود من هنا ومستريح فين بص كده صعب الكلام ده والنفس اللي انا عملته من هنا عمله فين من تحت من هنا وزي اللي انا عملته هنا او عمله فين عمله من هنا او ونقدله شوية ايه وابدأ اشوف الدورة متكتبه انا مش حايف عمله جوز يعمل دايرة صغيرة كده وابدأ الف حواليها كده شايفين كده خليها ايه تساعدك في الشكل ايه التوتل اه صعب الكلام ده فيه اي مشكلة اصبح ده منظر دايرة معي فين طب ده ما خلنيش اعمل استوانة رايحة كده اه لان حابده اعمل اقمن اعلى نقطة اعرف فين ده بقى خلاص انا فهمت النقطة دي فبالتاني ممكن بقى بعد كده في الانتحامة بقاش في وقت اننا نحب ان كل الخطوات لا انا بابدأ انجز نفسي فخلاص انا فهم ان ده هتراحة كده من اعلى نقطة ايه ههرب شمال ههرب شمال ههرب شمال مليش خطين بيوزوا بعض اهرب شمال شكرا تمام بايك ابدأ اعمل ايه ايه من هنا ابدأ اعيد نفسي 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 الحركة الليكتينة دي واروح اعمل ازاي بقى معي الكرفي بتاعي وبقى يديل استوانة ايه بتاعي فيه اي مشكلة صعب الكلام ده طيب لو هو عايز اقادل الدني شوية هيعمل ايه هيروح ملبس استوانة في استوانة اشفان يعني هيبجي لك شكل كده محاقد اعمل ازاي او استوانة كده في استوانة تانية عامل ازاي رعصية كده فبالتالي التقاطع بتاع الاستوانتين دول ناتج التقاطع ده يبقى شكله عامل ازاي هيبقى شكل ماشي كده وعمل ازاي عامل كده اهو وده مكمل معيه تحت والاستوانة دي ايه مع الدين من ورا وهنا الارتفاع بتاع الاستوانة دي اهو عامل ازاي تدورونا من فوق وده الجزء اللي من هنا وده نازل من هنا وجزء ده عامل ازاي اللي اعتيجي من هنا اهو اده مكمل معي ازاي والاستوانة دي نكمل معي ايه مكمل معي ايه تحت ايه عند نقطة ايه بده يتلاشه مع بعض تمام وبعد كده اهو لا الترمات دي داخل دي اعلي بقى شكل غريبة كده صدع او ايه ده و ايه ده و ايه ده ما هو نفس الفكرة بزادة عارفين ده كان انجيت عملت ايه كان انجيت قلتول مسلا تعال انا عامل ايه بوكس او تمام وروح تنزل رأسي كان ايجيت في الحقيق ايه ايه تمام اهو واي كده قلتول ان فيه بوكس تاني طالع منين طالع منك ايه ده مواده اللي هاخد علي الدائرة اليمين مرة مرة ايه وهان PA اما انه بذدع اعلي الدائرة ايه اللي اه ان صدع już نفس الكلام من ال 103 والا قد يجب ان يكون هناك ده ايه او بوكس ده او ذا يبقى هو برضو اللي هيتقل علي الدائرة اللي فيين اللي من الجنب وبالتالي في الاخر اروح موسطور الخطوط اللي انا عايزة ده او هو بيجرب لك الشكل fizer Li một ذا يعني بكل بسطة بيعمل ازاي sixteen he's on his head او او حسنا سنوات ولك مرة الآن او خمس مرة شكلة إذا قال لك تلاتة أو خمس مرات ده يجبك أشكال بسيطة شوية قال لك مراتين تلاتة يجب أشكال معقدة حسنًا هم من تشكلين تلاتة أشكال وممكن يجبك أربعة أشكال براحته ما عنده مشكلة يعني هو سعب يرخم يقول للشايف الأشكال اللي هو دمك دي ابدأ المجهمني مع بعض في الشبكة المنظورية اللي أنا لسه أقول عليها الوقتي ابدأ المجهمني مع بعض وأنا أريد أن هذه الأشكال تراعي مع بعض التداخل والإضافة والحسف والكلام والتكبير والتصغير والأشياء التي نقول لها في الأول واقعلي عليها الضل ونور يعني ما أقعلي عليها الضل ونور يعني ما بين الشادو اللي هو غامق فاتح لو أنت مثلا إضاءة بتاعتك لو إضاءة طبعية مثل الشمس هتجب لك الضل منين والنور منين وبين الضل اللي على الأرض والزرار اللي على الشكل طيب لو نجي تكملت هنا حسنا حسنا هتجب الأشكال معقادة هتجب في هذا الشكل ممكن أن يبدأ يخترع لك وكثير لك يعني 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 نجيب لك مثلا أنا المجهد أنا جيت هنا عملت إيه؟ عملت البوكس العادي فاكرين لما كنت أقول لكم في البوكس العادي ده أنا أقدر أن أأعمل فيه أي شيء يعني أطلع منه كل الأشكال التي أنا أريد اه مثلا مثلا ممكن أنا أجي هنا أرح أقول له بس أنا أجي أعمل إيه؟ هتجبين شكل كده؟ أروح نزل بيه رأسي لتحت أهو وأنزل بحيطة دي رأسي وأروح بنفسي خطوطها هعملت إزاي؟ أعمل كده وبعد كده أروح أعمل إزاي؟ أروح لماشي كده أهو كده كأنه ماشي على السطح وبعد كده يجي أقول لك مثلا أهو لأ تعالى من أول هنا أنا هبدأ أنزل إيه؟ هنزل مثلا أين لتحت كده شايفين كده؟ أهو وبعد كده أعمل إزاي؟ ماشي بجمب سوري أهو جاي من هنا كده وماشي بجمب إزاي؟ فبالتالي بعمل منظر الجديد بتاعي أعمل إزاي؟ أهو ده ماشي كده طلع رأسي أعمل كده أهو ده أعمل كده فكأن أنا جيت في البوكس العادي بتاعي وعملت إيه؟ قطعت شطفت حتة وقطعت حتة وزحتها أصلا إيه؟ فوق بصوا كأن أعملت إيه؟ اهو كل ده تبع البوكس بتاعي أهو شايفين كده؟ كده هو راح مع قدل الشكل طب معنش الكلام ده هننزل في المنظور ازاي؟ ترجم بقى كل اللي انا قلته يعني ايه؟ يعني اهو جيت ركزت انا عايزة ننزل نفس المنظر ده في المنظور هننزله ازاي؟ لو جيت بصيته نوع هو مش ده بوكس عادي؟ اهو يبقى انا نسمي بوكس وبعد كده هبدأ انحبت فيه في المنظور نفس اللي انا بعمل في الحقيقة يا جماعة هو اللي بتعمل في المنظور بس فكرة انا بدأ لما كنت بلاقي خطوط متوازية لا انا بدأ ايه؟ خطوط رايح على نقطة اليمين وراح على نقطة الشمال ونزل رأسي يعني الموضوع بسيط هو كفير رأس في الحقيقة بقى فيه رأس في المنظور المختلف ايه؟ اللي بدأ ما هو موازل يعني بدأ ما ده يروح موازل ده في الحقيقة يمين لا ده هيروح لنفس النقطة في المنظور الشمال اه سوري يمين في المنظور تمام؟ فلو جيت بذلعت ابوص يا نوع لو عزلا بصم موظوع قالت في ائو اللذي تنفس بوكس وروح موظوع التقليد في الوم واليام america وعمもの الشمال وصلت!!!!!! دعنا متى وروح Kirby وموجود فترت ثانيا موظوع التقليد موظوع التقليد وذهبوا بصمواج كيف أنت وومية يقض Feat أ elkaar with something على الصفح Wäh Rajko انا بامسك كل وجه واشوف ايه اللي معمول فيه وبعمله وبعد كده بروح موصل في الاخر مش فاهم خدت هنا هو نقطة مش هو الوقت الكائنه هو السطحي بتاعي موجود اهو واخد نقطة على بعض ده صح واخد نقطة على بعض ده من السطحي التاني وبعد كده احما هرب يمين لان في المنظور هرب يمين وهرب ايه وهرب شمال انا كده عملت ايه لسمت المنظر بتاعه ده طب بعد كده قالي ان هو هنزل منه رأسي انا الوقت لو انزلت رأسي بصد كده 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 مش شايف كل ده انا شغال على عني وجه الوجه اليمين طب افتكد لي كده الوجه اليمين ده بيعتمد على عني نوعين من الخطوط اه قال لي اليمين ده راح فين نقطة عنزل رأسي وبعد كده همشي هل انا ماشي للاخر يعني ايه هل انا مشت لحد ما قابلت الخط بتاعي بتاعي بتاع مكعب قالي لا انت تمشي سنة بسيطة فانا همشي سنة بسيطة ده على عني اساس وانا ما بمشيش موازي لو تفتكر انا بمشي منين بمشي على حسب انواع الخطوط اللي مكونة الوجه ده فلاقيت ان انا الخطوط المكون الوجه ده الرأسي والمتهرب ايه يمين فاجي نقطة اه اذا انا من الخط ده مفروض على خط المتهرب يمين فهمسك كده دوتة لين او وبتدي تعمل ايه بديت خط على استقامته او شايفين كده كده كانوا متهرب للنقطة اليمين صعب الكلام ده وبعدين حددت نقطة مش ده دل عميل لو تفتكروا انا قلنا الدل عميل ايه اللي بيحصل فيه الدل عميل ملوش ده اللي عندي فرازم انا حدد نقطة بدايته ونقطة ايه نقطة ايه طب هو مش نقطة نقطة نايته متحددة بالنسبة لي اللي هي على نفس المستوى ايه تعمل الكيوب ده فهنقطة نايته بالنسبة لي فين ايه فرح موصل ما بينهم ازاي كده انا خلصت ايه خلصت الشغل اللي انا عايزه على الوجه ده تمام نايته Look who I me نايته للأوجه الفكم الخ Rag의 حسنا لو انك قلت بطية انته هتقل على انا عمله انت رسمت كل شيء طب امسك لي صعب tähän منالelle خط كمه ونقتى الخطhe الرأسي في نقل الآن صعب theres WE SWEIVE بعد كده هعمل لو انك ركز في지도 ليست فقطJa ثم هيدا بعد كده كده ناجد أشكل رأسي هينزل رأسي حد فين وانا مش عارف قال لي لا هو مش فيه خط ده بيواز ده في الحقيقة تمام يبقى بيروح النقطة فين في المنظور نيجي هنا بقى لقاعدة رقم 6 القاعدة دي بتقول لك ايه بتقول لك لو انا عندي سطحين بيوازوا بعض في الحقيقة يبقى هم بتعاملوا بنفس انواع الخطوط في المنظور يعني مثلا واتي برسم حيطة وفي حيطة قدامها لما نزل الحيطة دي في المنظور لو هي مترحلة على النقطة اليمين لازم انتبقى الحيطة دي برضو مترحلة على النقطة اليمين طيب هو مش السطح ده بيوازي السطح ده اه طب والسطح ده انهي انواع الخطوط المكوناه اللي متهرب شمال والرأسي تمام يبقى عجيناه يبقى نفسي انواع دي مفروض ألافين على الوجه اللي هنا ده تمام طب معيش انا معي الواتي متهرب ايه متهرب شمال نايس نمين نايس نمين النقطة دي برضو خط متهرب ايه متهرب شمال فهو هرب شمال اه صعبة ساعيتها لما نزل رأسي هبعارف هنه هاقف فين ساعيتها لما نزل رأسي هاقف ايه واقف فين هنا صعب الكلام ده تمام بعد كده قال لي ناو تعال بقى انت الوقت مش السطح ده السطح ده بيوازي السطح اللي فوق اه طالما بيوازيه بقى نفس انواع ايه نفس انواع خطوطه طيب يبقى عجيناه اه اه ده كان السطح من فوق متهرب شمال ومتهرب ايه يمين طب انا معي المتهرب ايه شمال ومعي متهرب مين هنا نايسني مين النقطة دي معي منها متهرب مين نايسني منها اني انا عبا بيين سطح فانا بتكلم نعين بس من الخطوط اللي بانه فانا متهرب ايه متهرب شمال طب ده يمشي الى ملن عيان لا محروض في حاجة الكشرة تقطعه ليت من اللي قطعناه الخط ده وهو خط ده مش بواسده في الحقيقة تمام وخط ده رايح يمين في المنزور يبقى حاجة من النقطة دي اللي هي النقطة دي وامسكها مع مين مع نقطة الهروب وامدها على استقامتها ايه ماشي بيا اهو وامدها على استقامتها لحد ما يقطع مين لحد ما يقطع خط اللي انت كنتم هربو شمال فبالتالي انا اقدر ترسم السطح بتاعي تا ايه التاني نايس نمين بقى زي ما اخدت ده هاخد ايه طب عنيش هو مش تدلع ده ميل اه اه وانا معي النقطة بتاعتو اللي ابتدائي ايه ومعي النقطة بتاعتو اللي ابتدائي ايه ايه فهوصلهم مع ايه مع بعض فلاقي نفسي رسالة الشكل ده فين في المنزور وهو يبقى هو ده شكل انا كده بقيت فاهم مش حافظ فبالتالي انا الوقتي انا عرفت ان هو مهما ان كان الشكل هو بيجيه ومهما ان كانت رخمته يعاني كسر لي حتة قطاع لي حتة من هنا وشده دخل حتة الجوه وطلع حتة لبرة تعالى كده معيش ثانية واحدة هو ان لو عايز ادخل جوه وطلع لبرة الفكرة في ايه قال لي وصلا ان افترض انا هلعضلك بقى في الشكل ده مش انت قلت لي حاس في اوضافة اه طلعا ما حاس في اوضافة يبقى انا مفروض على الشكل اللي هو جايبه الاساسي انت كمان بتضيف عليه حاجات يعني ايه بتضيف عليه حاجات يعني ممكن تضيف عليه مثلا حفرة الجوه نفق الجوه مثلا قطعت من هنا حتة ما هذا حاسف تمام اضافة انت تجيب مثلا عنصر تاني من العنصر الموجودة دي وتروح ضايفة دي انت فاهمين نوتها زي ما انا عملنا في البوكس طيب انا عايز الوقت احذف من هنا حتة تحذف مفيش مشكلة طبع تحذفت ازاي افتكر دايما ان انت شغال في المنظور فما فيش موزيات يبقى انت بتسأل نفسك عندما بفكر خالص بابدأ اول اول سوري عندما ازينا خالص ابدأ افكر في ايه فاكر لي انت شغال على قاني واجه بقاني نوعين من الخطوط وبالتالي هتبدأ ترسم ايه الشكل بتاعك اللي انت بتقطعه وبعد كده تبدأ تجسم فعلا ما باجسم بروح على الموطة اللي ايه اللي انا ما استخدمتها ايش انا حيز اشوف الكلام ده مش فاهم انا حيز اعطى او ان افترد شكل ايه اقول بس انك عيني في بوكس كده رايحين قطع جوه في الشكل كله بطول الشكل من تحت فجيت عملت ايه مفروض ان انا اسم البوكس البوكس ده عبار عن ايه مربع صح يعني كعيني اجي نوع مربع فالمربع دايب اعمل ايه نقطة وانزل ايه وانزل رأسي وبعد كده اعجي نوع انت شغال على قاني واجه شغال على واجه ده اليمين فالروسي ومتهرر به يمين ومتهرر به يمين الدي ما رايح له النقطه مي يتحل حيله لا اوصي لي لا انا اوصي للنتا pen لاي ولا رأس رأسي مèn مين صعبة هاجين تهو سمع اعم العرأسي المعند المعند المنزل المنزل المعند احbeeld انت Gas你 منا عندما تقسم انا مفروض الوقت محتاج انoker انت بتخبر منطقه الجزء كله منطقة جناه على النهر الذي يجب أن أرى ملعبه أي نقطة الذين لا أستخدم المشكلة فأبدأ أن أذهبها هل هنا، هذا الخط الذي أعود لها منطقة الداخلها فهذا النقطة التي لاستخدم المشكلة هل هذا الخط يجب أنه جемуه؟ ماهذا لذلك؟ لا أرى فسألوا من مكتوب كل ما أفعله فأمسح الزيادة DESK كما أنني أصطعت فيما؟ وبين فعلا ان انا كأنني اعطيت جزء ليه لو انا خدت النقطة دي و اهربتها شمال مش مستفاد حاجة بالخط ده خدت النقطة دي و اهربتها شمال مش مستفاد حاجة برضه خدت النقطة دي و اهربتها شمال ايه مستفاد منهم لو مثلا انه بوكسي شفاف او الشكل شفاف فبالتالي او ممكن الابعاد داخلها يبان لكن احنا في الامتحان ما بيجلنا عبارة عن بلوكات فبالتالي مش تبقى بعينة طب معلش لا انا اريد فكرة اخرى انت بتلوقتي انه مثلا انا كده دخلت حاجة جوه انا عايز اطلع بقى حاجة البرة ماشي لو حاجة البرة ماشي عرسنت نفس الشكل بتاعها ومفروض ان انا عايز بقى البوكسي ده بص 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 باعمل زي بشده كده طالما بتشده انت شغال على اكستنشن شغال على امتداد النقطة لو انا كنت مثلا انا عايز دخل حاجة جوه كنت بروح للنقطة تلقائي يعني من النقطة اروح موصل قطع النقطة الهروب وشكرا لكن لو انت بتكلم على ان انت عايز تشد حاجة البرة او تطلع حاجة البرة بتاخد النوا باعتك الاساسية تعت الشكل اي لهم الاربع نوات دول وتبدأ تعمل ايه تبدأ تاخد امتداد من النقطة الهروب اللي انت مستخدمتايش مش انا شغال على الوجه ده تمام يبقى انا لو انا عايز اجسم منه واطلع لبرة او اخش جوه بفكر في مين يعني بتروحى النقطة التانية طيب النقطة التانية اللي فين نقطة الهروب التانية ايه لو انا جيت ركزت و اخذاه و إذا سأخرج على الإسلام على الحديث يمكن أن أضعه فأخذت في نقطة هروبة مع النقطة التي أعملها للأول يظهر music وatieك د flame و Ber كده رحت مدت على ايه استقامته. نفس الكلام هعمله في الاربع نوقات عشان اقوله انا احيز اطلع البوجس ده لايه لبرة. فاجه نق Abi كده. معرف كده. معرف كده نفس الكلام من نقطتي بقي كده رح ماشى ماشى ماشى. ايه اللي انت عملتها ده? قاللي كل انا عملتها ان انا كايين جيت انا كايينة كايينة كام معايين الوجه ده بس. سأخذ منه كل البلوك سأفعله كيف قال لي الوقت انت معك ايه نقطة اثنين تلاتة اربعة ومعك الخطوط اللي امتداد بتاعتهم ناقصك ايه قال لي ناقصني حاجة واحدة نفس الشكل اللي انا عملته اللي كان على سطح المكعب كله هو بنفس خطواته هكرره فين على السطح ده فقلت له مثلا انت تطلع بره قدي خلص وقفت نفسي عنده نقطة اه هطلع بره عنده نقطة دي النقطة دي تعتبر مين حسن النظير بتاع النقطة اللي قدامها مشش هنا الخط اللي انا عمله ده مفروض بيوازف في الحقيقة الخط ده يابعا نروح لنفس النقطة فين في المنزور طب مش الخط ده رايح في النقطة دي في المنزور يبقى ده يروح فين صعبة طيب مش دانة زر راس في الحقيقة يبقى دي نزر راس فين في المنزور يعني النفسي حركات اللي انا بكرره هيه مش دراح يمين يبقى تاؤلSch النقطة الايه يمي لحد مايعمل ايبقى لحد ما يقطع لي الخط اللي طالع منين فخط ده يبقى اهم ازاي اهو ماذا هو النقطة دي فبالتالت القائل او انا طلعت رأسي من هنا بصوا فعلا هيقابلني مين عنده النقطة اللي فوق ليه لان خط اللي انا سحبته فوق قطع مين الامتداد اللي طالع من هنا فعشان يجيبلي النقطة النظيرة لمين النقطة النظيرة للشكل ده طب معلش يبينلي الشكل كده عشان انا مش شايفه اهو اصبح ده كأنه ده البوكس اللي طالع منين اهو وممسح الخطوط اللي احنا مش عايزينها اي كأنه بوكس يطالع منين طيب انا عرفت الوقتي مسلا او او انا عرفت كده لو هو مسلا هيطلع بوكس من الشكل بتاعي عرفت ان هو او 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 انا مسلا عايز دخل حاجة لجوه طبعا يعني في ايه تاني لو انا جيت بصيت معلش ايه دي اشكال السيل اللي هو بلعب فيها مسلا لو انا جيت ركزت شكل الاسطوانة شكل البوكس شكل الهرم طب شكل ايه تاني فيه شكل مخروط المخروط ده عباره عن ايه يا جماعة لو انا جيت ركزت انا فاهم مش حافظ فيه فرق ما بين الاثنين فاهم مش حافظ يعني ايه يعني المخروط ده بالنسبة لي ان لما باجي بترجمه بترجم ايه او برعا دايرة وفيه نقطة من فوق موصلة لايه اقدر اعمليه حاجة من هنا من نقطة الهروب على طول اخد خط كده واخد خط ازاي خط كده وباقي كده اهربين واهرب شمال اهو كده انا عملت ايه البوكس بتاع العيدي تمام باقي كده رح تعملت ايه مقسم ومقسم ورح ترح في اين صعب الكلام ده وعملت الدوران بتاعي اللي من فوق والدوران اللي من تحت وانت بقيت بترجم تلقائي ان انت مش هتشوف اللي ده فانت بتعمل اللي من تحت بس اعطوط تمام وباقي كده اجي من النواق اه خط كده اعمل الحتة دي وباقي كده رح اعمل ازاي الجزء انا صعب الكلام ده ماشي بعد كده مفروض اعمليه حاجة بقى من هنا من نقطة التقاطع دي نقطة التقاطع ورح تطلع رأسي لفوق واخد اكثر ارتفاع عندي ورح منزله من عند نقطة اللي فوق من نقطة الارتفاع ابدأ ان اوصل لأعلى نقطة في الدوران بتاعي شايفين كده وباقي كده ابدأ اعمل ايه ايه ده مكمل معي وباقي كده اوصل لمن ماهي احني ان العرام اللي بقى تلسم معي في المنظور بعد كده اعمل انا عايز اقلبه زي ما عبر تو الهرم ما افيش مشكلة احنا كدنا نجدين علي احنا خذا اعملنا ايه نفس الشكل هتلاقي مثلا احنا عملنا ايه ستلاقي الديه شكل هذا مثلا دخل معي كده ادخل معي كده بعده معي بايضاوي الي من فوق شايفين كده وباقي كده ساعيه يبدأ ايبقي معاك ايه الدوران ده شايفين اهو فاصبح ده شكل ايه المخروط فين في المنظور صعب كلام ده في اي مشكلة مشي طب انا واتي مسلا ايه اشكال التاني ما هو بلعب فيها هو ما بلعبش غرف ايه ان هو يجيب لك شكل مسلا ما ارخم لك فيه في كازا حاجة وقال لك قراروه ده اربع مرات فتتحيسين الموضوع صعب اول ما تشوفه لكن انا لو فاهم خلاص شكرا يعني اللي انت تجيبه ان انا هتلي مباني هتلي مش عارف ايه بص يعني حتى وجدت عفري تزرق عارف ارسمه ليه انا بقيت فاهم منظور معلش يعني انا وجدت مسلا بتكلم مسلا والنفترض يعني المباني هما ما بقوش يوبها بس هو النفترض جيت هتكلم عن المبنى هتلاقي المبنى بالنسبك عامل زي انت قلت للمبنى اسم في المستوى النظر بس 3 ربع فوق هو ايه ربع تحت فلقى مسلا جيت عملت ازاي جيت انا اهو اهو خط مستوى النظر خط ده هترة قمت بكس وطلعت من هو قلت ايه خط الرقاسي وعملت ايه ايه التلت اللي Sex Familie في هربع في اربح وي كل Lore وكما قمت بكس وانت قمت بكس ونرى اضعه اللي انه والبحث نسور خسم ندي بكس ها انا جثين حتى مبنى قلت With tapi لا lim person ترجم هالي معلش يعني ايه ترجم لو انا جيت ركس البلكونة دي عبر عن ايه هو مستطيل صح فعجي اعمل ايه او خرص خدت الارتفاع بتاعي كي ان ارسم بوكس عادي او ارتفاع وباقي كده رح تعملت ايه البلكونة دي هل التفسير بتاعتها على الواجه اليمين واجه الشمال يمين بس فلو يمين بس او ابقى اسحب له النوطة اليمين ايه شفتوا بايت مترجم ازاي وباقي كده وقف عرض البلكونة دا عندي حتة معين وشكرا على كده طب معلش انا كده انا كده ارسمت البوكس بتاع عايز افهم بان البلكونة دي داخل الجوه داخل الجوه افتكر انت شغال على ايه واجه ونقصك ايه نقصك ايه لو انا جيت ركس انا شغال على الواجه اليمين تلقائي عيني بتروح اول امفكر في تكسيم جوه او لبرا بخش على النوطة ايه النو مالكين وبادي كده انا نزل ايه نزل رأسي انا كده عملت ايه عملت ايه عملت وجه الحتة اللي من جوه او نايسني مين نايسني السقف والايه والجنب اللي من ناحية التانية فعمل ازاي خدت النوطة دي مع مين مع نوطة الهروب ومادت على ايه على استقامته فبين لي فعلا كان ايه كان ده سمك البلكونة من جوه وكان ده سور البلكونة وده شربك بتاع البلكونة صعبة عايز اعمل الباب رأسي رحت لقيت رأسي وبادي كده هربت ايه هربت ايه هربت ايه ليه لان انت شغال على الوجه له باعتمد على الرأسي ومتهرب ايه يمين وبادي كده النوطة رحت تنزل ايه نزل رأسي صعبت كلامنا في ايه مشكلة وبادي كده عملت ايه قسمته ضرفت ايه بس بقى معي باب وبقى معي بلقونة عايز اصطلع بلقونة ببرا قولنا بنشغل عليها على انتدادات الخطوط يعني كنت طلعت البوكس ده هي الفكرة كلها جماعة عمليل لقوا الموضوع ده وبحولوا قول الاشكال الهنسية عليك الاشكال الهنسية دي تعتبر هي قطل السقة بتاعت المباني فبالتين انت لو عرفت الشكل في الكلام ده كله هتعرف تعمللي المباني بإيه بسلوب مختلف مش حيانا هتخرج برا شكل تقليدي برا بقى ان انا بقى اجابلك بقى مجموعة من المباني واقفز لشكل مجموعة من المباني دي وابدأ اخش ايه مطالب الانتحان موضوع ما بقى ايه انا بيت عايز ناس بفكر في الناس فهمة فترة ما ناس فهمة لأبدأت ان انا لعب له بعض ح سوف أقوم بعمل ماذا؟ سوف نقوم بعمل ماذا؟ ونقوم بعمل ماذا؟ ونرى الإضاءة منين؟ وهذه الإضاءة طبيعية وصناعية وكلام هذا كله وهذا أخرج سنبدأ بالجزء الذي بعده سنقوم بالسؤال الذي بعده سوف أقول لي كتل معمارية وضع ألف إيه في الشكل المنظول وحاول الحل الهالي لكتل أساني هبدأ أننا نتكلم معه الكلام كله سنشرحه فين؟ في الفيديو اللي جاي إن شاء الله انتظرونا في كرياتيب أون لاين كورسز